السباح الخير عليكم اليوم لا أريد أن أصابوا واحد لغوثات الحريقة أو لغتي فيها فمائد كثيرة كالحديد مزيانة للصحة مزيانة من الأخضر يجعلون السباح يجعلون السباح الذين اضعوا السباح السباح السعر السباح السباح اشتركوا في القناة بالنسبة لي لديه مشكلة في الغداء الدارقية أو بالنسبة لي لديه فقر في الدم فيها فوائد كثيرة هذا بلسان عارفه بأنه لا يوجد مواد الكيموية فيها فوائد أفضل من السبانيخ اشتركوا في القناة الأوكلادينا أصبحت جائزة لدينا جيدة ونغسلها ونقطع إن شاء الله في هذه الأوكلادينا سنحتاج الحركة أو القراس التي غسلناها جيدة سنحتاج ثلاثة مصالات سنحتاج العجينة البيتزا سنخذ لكم الريام في صندوق الوصف سنحتاج الملح والإبزال سنحتاج ثلاثة بيضات كأس من الماء وجبنة المعيز غسلنا الحركة جيدة ونقطع ثلاثة 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 قطعة صغيرة ثلاثة تأتي ثلاثة 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 الغنيات ثلاثة 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 فسلت وأ접ع ثلاثة ثلاثة قطع صغير نضيف القطع صغير ثم نضيف ثم نضيف الزيتون ثم نضيف الزيتون ثم نضيف الزيتون نبدأ بل 5 بقائق ثم نضيف ثم نضيف سوف نضع البصلات وضعناها في التبصيل عن خلوة على جنب ونبدأ نأخذ الحجقة أو القرأس لقطع نقطع صغيرة وعملناها على البخار لمدة عشرة دقيق سوف نضعها على نار مهيلة نضعها في المقلع هذه الأكلة الصحية فيها فوائد كثيرة بالنسبة للمتحدة يجب الحرقة في الطبيعة بدون كيموية هناك في المغرب العربي، هناك في المغرب هناك في أوروبا من الأفضل أن نأخذها تكون بعيدة على الحقول لأن الحقول يعملون فيها الكثير من الكيمويات وتكون بعيدة على الطريق أيضا وضعنا الحريقة أو القرأس وضعنا في الأمل وضعنا في الأمل ممكن نوضع ثلاثة معلق زيت الزيتون سنوضع ملحة و إبزال سنضيف العلاج و إبزالي سوف نضيف العلاج على نار نضيف العلاج لتبخها على البخار سوف تبخها على المخلص سوف تأخذ هذا المخلص بالنسبة لي ممتو فراش للحرقة ممكن يعمل صبانخ هذا هو هذا الفلونت أو النبات فيها فوائد كتر من صبانخ نزيده له هارفتلة اللي فيك لنا سهتنا قليلاها مبادئ زبان موضوع هذا هو الإدار لكم اختيار كل واحد نسبة الحريقة متوفرة حاليا في شمال فرنسا نضيف المقل على الجنب لنجد العجينات قمنا بجبنة المعيز قطعناها قطع صغيرة الجبنة المعيز تصدر ممتين اجرام قطع صغيرة بعد ذلك نضيف الشاسة البيضاء بالنسبة القشول البيضاء ممكن نعملهم في الكمبوست باش يعملنا غوبر طبيعي بالنسبة الورد او اللي بغي يزرع الورد او الخضر او الفواكه في فوائد كثيرة هو من الافضل نسحقه قبل ما نعمله في الكمبوست ملتوني وذلك انتقونا صغير وذلك وقليل مكتش وكتش قليل من الملح وكأس من الماء نحرك في نفس الوقت الآن وضعنا عجينة البيتزا في البلاتو البلاتو داخت وضعنا عجينة البيتزا في واحد السنية الدائرية نأخذ القرص أو الحرقة وضعنا عجينة البيتزا وضعنا عجينة البيتزا وضعنا عجينة البيتزا بعد ذلك سوف نضعه بشوية ودبا تأخذو البلاطو جينات وحملوه في الفرن بعد 10 دقائق الفرن خرجنا البلاطو ودعوه في جبنة المعيز ودبا تجدوها الفرن حتى تتبلينا منزياء طبط من تحت ومالفرق الأوكلادينا أصبحت جاهزة تجيلة جيدة بزار نقدم معها مشروبات طبيعية سوف نلقاوها في الصفحة اليوم سوف نخلي لكم الوليان في صندوق الوصف هذه المشروبات مناسبة في هذا الشهر الكريم شهر رمضان وبمناسبة شهر رمضان سوف نقول لكم مع واشر المبروكة ونتمنى تتوزوا هذا الشهر بصحة والعافية إن شاء الله أنتم وعائلكم والأحباب تلكم ونتمنى هذا الفيديو تعجبكم وتجربوها ونقول لكم مع السلامة إذا ما لا أخرى إن شاء الله في أمان الله اشتركوا في القناة